بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم متابعي الكرام في قناة تفسير الرؤى والأحلام أقدم إليكم اليوم دلالة رؤية البخور في المنام فتعبر رؤية البخور في المنام بشكل عام عن تقديم أحد الأشخاص الصالحين نصيحة طيبة لصاحب الرؤية وإذا كان صاحب الرؤية ممسكا بعود من البخور وكان قد أضاع أحد الأشياء في الواقع دلت هذه الرؤية على سماع الكثير من الأحاديث الطيبة بالإضافة إلى استرجاع ما كان قد فقده ومن ناحية أخرى رؤية استنشاق رائحة البخور في المنام تدل على اقتراب سماع نبأ صار وسعيد ونبأ عود البخور في المنام أيضا داخل البيت يدل على اقتراب إنجاب مولود سوف يكون له شأن بإذن الله تعالى فتعبر رؤية البخور في المنام وتكون دليلا واضحا على أخذ صاحب الرؤية الكثير من الأموال من شخص عظيم القدر يمتاز بحسن السيرة والذكر والطيب إشعال البخور في المنام تبشر صاحب الرؤية بنيل الكثير من الخير والرزق الوفير وإذا كان صاحب الرؤية كما ذكرنا يشتم رائحة البخور في المنام فهذه تبشره بقدوم الكثير من الأنباء السارة وإذا كانت البنت العزباء تقوم بإشعال عود البخور في المنام فإن هذا يدل على تمتعها بحسن السمعة والطيبة وتدل أيضا رؤية البخور في المنام للعزباء على اقتراب موعد زواجها وإذا قامت البنت العزباء بإشعال عود من البخور في المنام وكانت تحب رائحته فإن هذا يبشرها بتحقيق إحدى الأمنيات على قلبها وإلى هنا نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وشكرا لكم على المتابعة